السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر الوضع العالمي متوتر تماما خاصة بعد إعلان روسيا ضم أربع مناطق من أوكرانيا للأراضي الروسية وأعلانها التحدي الكامل لكل دول أوروبا وكل دول الناتو وأعلانها تطبيق العقيدة العسكرية الروسية على الأراضي اللي انضمت لروسيا حديثا حدث ذلك في نفس التوقيت اللي بتشهد فيه العلاقات الغربية الروسية توترات بشكل كبير جدا والسبب طبعا التفجيرات اللي حصلت في خطوط الغاز اللي هي نوردستريم وأنا نوردستريم تو والتهمات المتبادلة ما بين روسيا وما بين أوروبا وما بين الروسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الوقت اللي فجئنا بأن كل دول الناتو أعلنت حالات الطوارئ وطبعا في المقدمة منها دول أوروبا السؤال اللي بترح نفسه فيه تهديدات لفلادمير بوتين سابقة تهديدات بالضرب بالسلاح النووي في حالة أن أي حد أقرب من الأراضي الروسية وفيه أراضي جديدة تم ضمها لروسيا بالقوة الجبرية زي ما بتقول أمريكا وفيه تهديدات أمريكية بأن احنا من حقنا نستخدم القوة في مواجهة التحركات الروسية وفيه خوف وألأ في قلب أوروبا ثم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية منذ ساعات قليلة بأن فيه تعزيزات عسكرية هيتم إرسالها الأوروبا خلال الساعات القليلة القادمة نحن هنشوف أيام سودة بقى بالشكل ده السؤال اللي بطرح نفسه هل يطرى لو اشتعل الموقف وإنك أنت حاولت أنك تترجع الأراضي الأوكرانية من روسيا مرة أخرى روسيا هتوافق؟ طيب روسيا قررت أن هي تستخدم وتنفذ العقيدة العسكرية الروسية على الأراضي بتاعتها زي ما قال فلادمير بوتن رئيس روسيا أوروبا هتتحمل ضربة نووية؟ متوقع أن أوروبا تقدر تواجه الحرب النووية الروسية؟ إيه الموقف؟ السؤال ده تم طرحه في الكثير من وسائل الأعلام الدولية إلى درجة أن التقارير ديت بتذكرنا طبعا بالتصريحات والتهديدات بتاعة فلادمير بوتن قالت التقارير ديت أن يوم الأربع الموافق 28 سبتمبر وجه فلادمير بوتن خطاب للشعب الروسي وقال فيه بالخرف الواحد أن الغرب بيهدد باستخدام السلاح النووي وعاوز أؤكد للجميع أن روسيا عندها هي كمان أسلاحة نووية وأي حد هيجرؤ أنه هو يلوح لنا بالسلاح النووي بتاعه لن نتردد في استخدام السلاح النووي بتاعنا فيش حاجة اسمها أنك أنت تبتزي أوكرانيا بسلاحك النووي لأن عندي أكتر من سلاحك النووي وأقوى منه روس جوتومالد نائبة الأمين العام للنيتو سابقا ردت على أسئلة وسائل الإعلام الغربية وقالت هي كمان يصعب التكهن بما يقدم عليه الروس لكن متوقع فعلا أنه هم يستخدموا السلاح النووي لو حصوا بأي نوع من الخطر خاصة وأن روسيا بتمتلك 6300 رأس نووين أكبر ترسانة نووية في العالم بتمتلكها روسيا بينما الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 5800 رأس نووين يعني أقل من روسيا ب500 رأس نووين روسيا عندها 6300 رأس نووين أمريكا عندها 5800 رأس نووين بالإضافة إلى أن فرنسا عندها 300 رأس نووين وبرطانيا عندها 215 رأس نووين وأوروبا مش هتقدر تصد أي هجوم نووي من قبل روسيا عليها ليه حضراتكم؟ لأن روسيا بتمتلك قدرات نووية بتعادل كل قدرات أوروبا والناتو الكولونيل المتقاعد في الجيش الألماني فولف جانج ريختر اللي هو الباحث البارز في شؤون الأمن الدولي بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية قال تحليلا على الوضع المتوتر ده قال أن تهديد فلادمير بوتين يعتبر تهديد مباشر باستخدام الأسلحة النووية والرسالة بتاعة الراجل ده واضحة جدا والراجل ده إذا قال نفذ وإذا نفذ أوروبا مش هتقدر تتصدع له المستشار الألماني أولاف شولتس كان قال في تصريحاته أن مساهمة ألمانيا في الردع النووي لمواجهة الخطر اللي بتتعرض لأوروبا أمر منتهي يعني يا جماعة إحنا لو حصل وإن أوروبا تعرضت لأي خطر نووي إحنا في مقدمة الصفوف في ذات الوقت اللي وزارة الدفاع الألمانية كيرستين لامبرخت أعلنت أن ألمانيا بتقوم بتطوير بعض مقاتلاتها الأديمة عشان تكون أدرة على حملة أسلحة نووية عشان لو إحنا أو أوروبا اتعرضت لأي خطر نووي من قبل روسيا خبراء الولايات المتحدة الأمريكية توقعوا حرب نووية محدودة في البداية زي شن حرب نووية محدودة على سفينة في عرض البح يليها حرب نووية من قبل روسيا حرب شاملة طيب سعدتك لو حظنا الأسود وقع في تنفيذ روسيا لتهددها وبدأت تشن حرب نووية شاملة فعلا مش حرب نووية محدودة إيه لا يحصل التفسيرات والتحليلات العالمية اللي نشرت في الصحافة الغربية بتحلل الوضع بقى بتقول إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو وحده فقط لا غير اللي له حق إصدار قرار باستخدام أمريكا أسلحة نووية موجودة في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا لأنه وحاطط رؤوس نووية في المناطق دي نيتو بقى مع بعضيهم وبالتالي الطرف الوحيد القادر على اتخاذ هذا القرار رئيس أمريكا طيب رئيس أمريكا اتخذ القرار النووي المفترض جدا بعد ما يتخذ هذا القرار إن كل دول نيتو تقعد مع بعضيهم يعملوا غده وعلى تربيزها واحدة ويبدأوا يناقشوا هل يترحنا موافقين إن المقاتلات بتاعتنا تشيل رؤوس نووية وتتوجه بيها لروسيا ولا لأ إيه المكاسب إيه الخسائر بعد ما ياخدوا القرار ووفقوا على القرار يتوقلوا على الله ويشنوا الحرب النووية لكن بعد أن تمر القرارات بدءا من رئيس أمريكا اللي لازم ياخد القرار من خلال الكونجرس بقى ومجلس الأمن هناك والكلام ده كله ثم يليها مباشرة عرض الأمر والقرار على قيادات الناتو أو المجلس الاستشاري بتاع الناتو ثم ياخدوا القرار بذلك يبدأوا ينفزوا حرب نووية هتستهلك فيها كل هذا الوقت حتى لو خمس دقائق المسألة بتفرع يعني روسيا هتكون هي الوحيدة صحبة القرار ودائما زي ما قلت لحضراتكم إن الحرب لمن يبدأ بالضربة الأولى أنا بدأت بالضربة الأولى عما تاخد القرار بتاعك مانا هاعرف عما تبدأ المقاتلات بتاعتك تتحرك مانا هاعرف أنا هرصدك لأن أنا صاحب الدربة الأولى وبالتالي أنا اللي حضتك تحت المراقبة النتيجة هتدي لك دربة جديدة النتيجة أنت اللي هتخسر طيب وبناء عليه ساعدتك صعب أنك تتأخذ القرار طيب وبناء عليه ساعدتك أساسا روسيا صعب أن هي تأخذ القرار النووي من البداية دي التهديدات بيسموها تهديدات الردع ومش سهل أن روسيا تأخذ القرار النووي اللهم إلا إذا عرفت وحست أن المقاتلات النووية أو رؤوس الحرب النووية بدأت تتحرك عبر المقاتلات الغربية في الحالة دي لن تتردد في الضرب قص كده ميت أنا كده ميت في الحالة ده هتضرب لكن كل هذه التهديدات بمثابة ردع روسيا بتهدد عشان الكل يحترس الولايات المتحدة الأمريكية لن تجازف لأن هي لو جازفت هتخسر ولو خسرت الكل هايخسر هم مش عاوزين يخسره وإلا هتبقى كرسة النتيجة صعب جدا أنك أنت تأخذ قرار الحرب لكن في اللحظات المصرية سهل جدا أن سيادتك تأخذ القرار ده تعالوا حضراتكم شوفهم منشتتتنا بعد تهديدات فلادمير بوتين ما مدى قدرة أوروبا على مواجهة هجوم نووي لافروف الغرب لا ينوي التنازل عن الهيمنة العالمية لادمير بوتين الحرب مع أوكرانيا من نتائج انهيار الاتحاد السوفيتي القديم منشتات طبعا وتحليلات غير عادية والمسائل بدأت تدخل في مرحلة تالية تماما خاصة بعد إعلان روسيا الموافقة على ضم أربع مناطق من أوكرانيا وبدأت توصل للي هي عاوزاه وبالتالي أعتقد أن الأسوأ انتهى في كل الأحوال ربنا يصطرها ترجمة نانسي قنقر